قد كان للنبي صلى الله عليه وسلم جيران في المدينة ما أسعدهم ما أطيبهم ما أطهرهم ما أنقاهم من هؤلاء الجيران الطيبين سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأسعد بن زرارة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر بن حرام وهو والد جابر رضوان الله عليهم أجمعين هؤلاء كانوا جيران النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقد كانوا سعداء بهذا الجوار حتى إنه عليه الصلاة والسلام مر في بعض طرقات المدينة فكان هناك صغيرات يضربن بالدف يقولن نحن جوار من بني النجار وحبذا محمد من جار صلى الله عليه وسلم فقال لهن الله يعلم أني أحبكن عليه الصلاة والسلام وكما تقول أمنا عائشة كان لنا جيران من الأنصار جيران صدق يحلبون منائحهم ثم يبعثون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرب ونشرب